كل المحبة بين الأحباب مقياسك لا ما يصغ مقياس حبك ياسي أنت حبيبي مطلعي بين الناس لكن لك أحساسك وأنا لي أحساسي الحب واحد لكن الناس أجناسك حد يذكر العشرة وحد دوم ناسي الحب واحد لكن الناس أجناسك حد يذكر العشرة وحد دوم ناسي كل المحبة بين الأحباب مقياسك لا ما يصغ مقياس حبك ياسي أنت حبيبي مطلعي بين الناس لكن لك أحساسك وأنا لي أحساسي حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج طارق شو والحمد لله عدى أسبوع وباقي مدري كم تسع الاف أسبوع الله يعيننا عليه ويعينكم علينا ويعيني على ذولي ويعيني على المشاكل اللي جوه خبرنا اليوم يقول لك دعنا نرى صورة خبر المرور نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رقصة السير يعتبر مخالفة مرورية تصل إلى الفين يعني معناها يا حبيبي أنت معك سيارة صغيرة حدك ثلاثة قدام أثنين قدام ثلاثة وراء معك سيارة كبيرة ست في الظاهر على حسب السيارة الموضوع مبهن موضوع حنا سعوديين تركيبتنا يعني والجيل اللي قبلنا بشوي تفريخ الواحد عنده سبع عيال غير حرمته غير شغالة يعني معناها لازم يشتري جمس ولا لا يطلع الشارع ولا يوزع عياله شفتات حبايب انتم ثلاثة اليوم ثلاثة بكرة فمعني هو الموضوع هذا عالمي طبعا المقاعد حتى في دبي قرأي بينا تركب تكسين ثم خمسة قد نزل واحد أربع بس عندنا كيف بيسير يعني انا ما قدر اشتري جمس ياخي امكانياتي ما تسمع لنا امكانياتي تجيب ليارس بس عندي رصة بزرع ولا يشتري فان ولا جمس تلقى عنده اثنى عشر ولد يعني هو ورطان تو لو محمانو شكرا الرياض مسير كلنا باصات كل واحد مع باص واضلي عشرين راكب ويطلب عندي صور انا للشباب شيف بالله هذا مدير عمليات في روتانا مدير عمليات روتانا والمخرج ومعهم زميل متحيشرين في هاي لوكس في غمارة وذا هذا كيف تعلمهم القانون يقول كذا ما نقدر احنا تركيبة شعب تركيبة شعب عندنا عام ما ندير كيف نركبها لكن معناها كلنا بناك الالفين ملغير يعني ملغير كلنا بنصق على المخالفة بتصير عندنا عادي زي زي وقوف وغيره بنورط والله بنورط خبر ذاني مرور بعد يقول لك تحذر من الاعتداء على كاميرات ساهر وتهدد بمعاقبة المخالفين هذا اللي عليكم فيهم عالة معكم فيهم عليكم فيهم عندما جاء مسرع وتعدى ساهر طق الفلاش تضرب فرامل في ناس ترجع وتكسر الكاميرا زعلان هد تعبت لموضع ساهر كثير بس انه خان خلاص نوم بالله ونقول أمر الله هدوا بس ترجع وتكسر وتخرب هذي أملاك دولة ما كتوب عليها أملاك وزارة الداخلية وزارة الداخلية دولة فيستهلون تمنى ان دولي تلقطهم تشاهرون فيهم ما عندي مشكلة بس تمنى ان الفيندي نقلي قبشوي شفونا فيها أحد خمسمائة على أقل نعتبرها بنت في الشار فاصل والك والا ما فاري. تفضل. يعرفون يعرفون. سأنا أقصد. شفت النواج. أقصد أنه يعني تعرف السوالي فذي لي سويت عن التجميل. كم عمرك الحقيقي. طب هذه أختك تقول لي سألها سويت عنها تجميل. سوال. شوف أختي تبي سوالي فليس ما تخوف. كيف لا تخوف. هي إنسانة كلاسيك. أنا دائما خارج لهذا. فهمت شرون. يعني حنا اختين. بس. واحدة كذا واحدة كذا. أخوكم. نحن أربع أخوان عندك شخصيات واجد. طيب انتي دخلت سناب بالصدفة. اي. واشتهرتي. لا ما دخلت بالصدفة دخلت يعني بكامل قوية العقلية. إي لا يعني بس موضوعك انتي طرحتي موضوع وفشادك فاري شكلين يعرفها. صح اي. حلو. أنا ارتاعت. بس أنا أثنين يوم شفت الموضوع ذاك. وشفت قبل شوي تذكرت سالفة. شفتي يوم مجمو ممثل كويتي. انه ذا قبل سنتين شوف الحين كيف صار؟ والله نظيم ترا كنت صغيرة يوم الموضوع. ما كنت صغيرة تري وش الموضوع. أنا كنت أشتغل مكتب. هندسي. وكانت إضاءات زينة وحلو هذا. كانت إضاءات صغرني. أنا كنت جميلة ذاك المكتب. من استقلت ولا شينا. طب كان قلتين برجع اشتغل بلاش. والله يودي يصول عنده مطلع. بس انه يعني بعيدين. هذه المتالقة. طب سيجي بنفس ديكور ومحطي في بيتكم. إيه يا لا إن شاء الله ناوي اللمبة الجديدة بغرفتي لنبتهم. يعني. أرجع زينة شنت شيء عظيم. كيف كيف ما ندري. تزين البشرة تخليك زين تخليك صغير. يعني أنا لو رحت استوديو كورة بطلع عشين بجي هنا. هو استوديوكم إن شاء الله أنه زين ما زين تحتف الحلقة. لا والله زين لا والله زين. وين؟ انبعيد ما شاء الله عليك. ما عرفناك. مبسطة طعب نفسها. طيب. سبب شهرتك اليوم. ومعرفة الناس فيك. هي إنك ما أخذ الأمور على طبيعتك. ما عندك تصنع. ما عندك شغل البنات المشهيرة اللي في السنابل اللي تصنعون الحياة دي. ولا في شي ثاني. والله أنا ما أدري. كانك تدري فانا أدري. والله العظيم أني أنا ما أدري. ما في شي. بس إنه ممكن. الناس يفتقدون البساطة. يفتقدون. لأنه بدينا نحن نشك بانفسنا. الحين أنت يا طارق لجي تشربك هوا. تحس كهاتك تحمل سبب. تشربك هوا فيها الشيء. والصينية فيها خربيط والموسيقى. ما عند يرضيك التمر. ما عند يرضيك هالشيائي. ما عند يرضيك هالشيائي. ولا ما تهبي. لا لا فيه. نشوف الناس عايشين. ها ما بصدق عايشين كذا. ها باي. فهذه أنت يمكن هذا السبب اللي انت قريبة من الناس. إنه ببساطة كالطبيعة. هذا هو. يعني أول مشهورة في البنات. نصف سنبات البنات كله. وشنون تصغرين خشمك. وشنون تكبني عيونك كتا. وبعدين ما يصورون الناس سافره. وكلها اعلانات فريط طبعا. عارفين احنا إنه محفول مكفول. وأنتي ما عندي كذا الشغل ذا كله. انا تهاولا. صفرتها واشت مع فناذق. أنا هذا. أنا كذا. أنا ما أجي. أم عجزت عجزت أمشي مع الناس. طب حلو شن كده بيلتراعك مشاكل. إيه سوي عكس. ما قدرت. لي ايه؟ تحسين انتي غلط ولا الناس غلط. لا هو في شي غلط. حنا يعني. في شي غلط أنا لازم صححه. دائما دائما الشغل لازم شي صححه. سفريات. ما دخل فندق راضي دائما متهوشة معهم رجعي لي. وروح فندق آخر. ما عمري. مشيت طبيع زي الناس. سيارات أدفع ورجعون لي كروشي واشي سيارة ثانية. كذا أنا. يعني ما انتي مشكلة فيك. مشكلة فيني ممكن. لاني احنا لقين عندك مشاكل كثيرة. أبوريك الحين مشكلة ثانية. ممكن. أنا ما قلت راية مشاكل. لاني عارف انك راية مشاكل. يو يعني. جاي بخزعتي أنا معي في التحسب ونحتياطر. أخواني. بنقطع نحاش مني. عنا باتحين بابي على كور. خلانشوف لك صورة. يلا. هذي صورتك في حسابك في انستجرام. واغلب صورك في انستجرام صورك وانتي صغيرة. صحيح. فالشباب يقولوني والبنات المعدات عندنا. ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون الظاهر انها متحسفة انها كبرت. شكلي. كيف شكلي؟ والله هذا صدق صحيح. ممكن. ممكن يتحسفت. بالله أعطونا الصورة مراتنا. شفي شكلك؟ هذا الطفل الطبيعي. لا اقول شكلي متحسفت. لا اقول شكلي حلو. حتى حنا شكلي حلو. طب نفسي ما انتي ترى ما تغير شي كثير. شوف هناك التاكل. هذا دقيقة الصورة اللي قبل شوية انا كلم. هذي اللي قبلها موذي. اللي وان اكلم. هذي كنت قاعدة مع أخي كبير فندق. بسوريا. ونخلينا هالي. رجعوا لقوني اكلم برسيبشن. شرف معهم. اموت على التليفون. حطي على التليفون خليلي. انا بازل. الى الان؟ الى الان. طيب ليش دي كل فترة تشوي انها فترة كانت حلوة. وصور كلا لا. ما تحطني الفترة صورك الجديد. اغلب صورك صور كنت صغيرة. تبصتك. صراح هذا انستجرامي قبل ما اشتهر. حدفت صوري وانما محجبة ودخلت الناس. وخليتهم مفتوح. بس. هذا أصابي قديمة. ما تحس بني فكرت ما فكرت. طيب. انت تشوفين الفترة ذي. ان لما جمهورك تدخل في تفاصيل حياتك. يعني نلاحظ ان مطالب الجمهور دائم. جمعناها في فيديو حنا. ايه. مطالب انت دائما مطالبة ملجون. لانك بسيطة. وانعرف ذا الشعور. لما يشفون كنت معهم وماشر. يمنون عليك. يمنون. لما اصور في السناب انا وقعد في بيتي بسرواع فنيلة. ايه. احس انهم. مرة شو يدخون عليك. ايه. 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 صحيح. ايه. انا ان نرى امطالب الجمهور. عندك في فيديو يتلق قطرا كذا ما نطالبها. ليلة. لا. لا الله ما اتقل. كنا لا اطرابي. ام. ام. ام اللي اضعوا هنا ما يلاقوا. هذا كنت قصتها. ويش تلفت هذه. واي نسوي انكم نسوي انك فلتر. لا لا ايه ايه. ذكرت ملى شتلفتها. هذه أنا حطيت صورة فرحانة فيها حسين شكلي حلو بتويتر فرحانة فيك أفرح صورك تكبر منت زينة أزيان شيء بالحياة مروا يجون البنات ما جزت لهم شاهد لو تعرضين حاجبك شاهد دوت غرين في لغلوغك أثرهم حطولي نماذج وجيه اتجاخذوا وجفك واشتغربوا عليه ووجه فيه وجه جازلي كان ودي ونريد دكتور عبدالله ودائمين يطالبوني كنحة فينحة في حطي مدروش شو ما شفيني شيء تتأثر بنفسياتك لا ما تعتم نفسي تحاكي بس أنه النحف ونو حتى نودي نحة بس أنه صعب شوي ها؟ بصعب ليه؟ لك زين يا أخي حلو لك لك الحلو جميل ووسع الصدر وذا لا ما النحف أنا لو بكمم بيضيق صدري بك تأب لا تكممين لا تكممين لو بقى رحت جم رحت جم طيب يوم؟ رحت وشوريت ملابس وذا بص رحت يوم وبكرة اشتغلت أنا عرف نظامك أنا حسب ملابس واشتراك نحف أنا عارف ايه اللي تروعين تشترين دسوس تشترين دير كطار وذاو تدخلين النادي قرون دي بتكسر الجم هو يوم لا عادي موجه أنا دخلت بدت رجولي تنتفل قلت ايه ودع لا مش ترك 12 شهر حسب بنحف أكثر لا 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 أنا علم فلا سياسة الجم ايه هو اشتراك ابو شهر وصم لي وصم لي عروض يا موطني مايعني بنفوتك الله والله أرد قالوا ليلا لأشغالة أنا رد صح بغيت أتفق برطمئي بس خفت أنا تاشتخب برطممئ بغيت pourtant تصحب لم أردت Сергей ت principles وثقات نوع كنت Enfin نوع كنت ما ادخلها انانا كنت نوع من أدخل الامر قلت بالضاء منها قليل العروض несколько مواد موت كتل قبل ark من بكرة وخفت ملا لو كانتВają طيب واش ناوية اهدافك القادمة بعد ما حبوك نفس الشخصية تشاهد هذي شاهد الطبيعية شاهد اللي يتكلم زي منتقات السهولين عندنا كده ايش الاهداف الجاية اه ما او ما نظر الناس تشوفون نظام سيف انتي دقيقة اهدافي والله صدق صدقني ودي يستمر عن نفس النظام ذا انا ما ودي يتهاوش مع الناس ويدخبر طيب اول ما شتهرت تركت وظيفتك ايه قروش اخي شو ضيفتي صاحي انت طيب صحي اريد استلمو طيب تقفل السناب بكرة قالوا شكرا سناب قفلنا ابد نتقفل معه همانيا جمعت قروش استحب بزنس ما جاوك الزكاة الدخل اه الا طبعا كيت كلش ماشي نظامي كبير ايه 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 مدير اقليمي بنك ما عندنا احنا يونيسار نبي قروض وادلي اختك باقي الحلقة ها و Eig李 اضبطها ت barreط لش اللشه مكاني طيب الاعلامات الي تحرمي كانت دايما ما يتعلنيني اغلب الاعلامتك اكد صراحة شف تجميل ما يجي معي ايه عيادات ماي أحب فيد ولا لها انا يا الله زينا روح موعيدين كل الاشياء ماتجوز لي الاكاسراحة شليهات مدريك شليهات انصابين فرا يجونك يضبطونك اقوش ليلة جثتا تعلن ايه غيرتتي تعلن حاومي تسابق، أنا متى أعلن بصدك، إذا شريحة عرفوا أنا يعني قد رح تيب؟ قد رح تلع عرفة وجطلبوا مني إعلان إيه أما شريحات يعني الصور شيء الواقع شيء إيه يجي أولا حتى لا جيت حتى أنا ما أسوي إعلان شيء ما جيته حتى لا جيت عطورك شريح خيالي فنان عطونك شيء زينة لجهة صدس جون ناس تتفشل طرحا نشوف فيديو أي بنت سعودية أو ولد سعودي عنده بزنس بس يحتاج أحد يدفه يدعمه أنا ما ممكن قروش اللي أبيه أنه ربي يرزقك لأنه رزقك من رزقي ونجاحك من نجاحي هذه مبادرة أنت سوتيها وجازت لي مرة الله يسأل مك شكرا استمريت عليها ولا وقفت إلا مستمرة إلى الآن الدعم بس قليل نفرز لأنه أغلب الشياء الدعم قاعد تجينا ناس مثلا فضت طالعة من الجامعة وفضت وما عنده شي تسوي تسوي معمول هما تقول دعميني هما يجون بتابعين هما تقفوا حسابه فهمت فنحاول نفرز وإلى آخر دعم قبل كم يوم ما وقفنا يعني هذا أول أنت أول مشهورة تسوي شيء ببلاش لا 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 حرام من؟ كثير من؟ كثير في أباوتر من زمان تسوي دعم كيف دعم؟ دعم يعني أي أحد مثلا كنتي واضحة أنا ممكن أقول دعم ممكن أقول دعم مضطنسة التفاصيل مدري عنها بين أو بين ربي بس أنتي قلت بسنابة أنا راح أدعم كذا 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 كنتي واضحة أي طيب واستمريتي في الدعم طيب دعم وسيصدر يعني تخيل أن أنت مظلوم مثلا أنت عندك بزنس قوي وانظلمت جت مثلا جائحة كورونا وما قدرت لا عمال ولا هذا ما قدرت ما قدرت فعل إعلان عطني بس ولا مشيك يعني يعطونك مثلا عاشة والذوقين بس ولا عاشة يا شيخ صاحا نأكل معك ذيك الساعة وأمشيك كذا تقيبك المشاريع لا أقعد معك أدخل عليهم ذايدة حرمة داخل بيتها قعدت عندها هي ومطبخها وهي وش غلات أقعد معهم وقلت أكل 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 وما قلت خيال وطلعت سهلات ومو ما ما تعبك ما مش وكلني شبعني وأنا وطلع خلاص روح لشاهد ترى تسوي الدعم ببلاش وبعدين مجانا مو هو ببلاش أكل أكل يجيب ضبطني بكل ويا ضبطك صحنين كفمون خليهم مرعا وعبايتين عبايتين إذا بغيت عباياتي عبايتين ولا وشوف العبايات مني بحريصة قوي ها؟ مني بحريصة قوي وش الأشياء اللي حريصة علينا؟ أكل شعلك مني يا خين تدعموا لنا؟ أنا مني بنقول للناس خلاص أكل طي مو بصعب أكل أكل مطاعم بس عيشة لا مو مطاعم دخلي عبايات دخلي شي في ناس بإكسسوارات ما في عبايات في كثار مش الله عليهم كل ما نفضت تسويت عبات كي كثار طب حلو وفي إكسسوارات إكسسوارات وأنا أحطهم جبهتي ولا ألبسهم فيه بيدينك إي بس يديني طيب باكي ما شو أنا ألبس ما مش رضع إي لازم تستخدمينها لازم تستخدمها طبعاً ها مستقية أولاً طيقة طلعنا فاصل مرعكo بعد الفاصل tanks هذا أطول الفاصل سار في الكواليس تحب يقول ماذا سار إسمك مدمور ماذا؟ ثوبك مردوة أنا قاعدة عبايتك اللي مكوب عليه جهوة أهنا عبايت شارضيف ما تكلمني أنت مذيع بس عبايتك بصخة فاقاعدة عدلها لك هذا شايل والله رديم فيه بقعد قاوة هذا الجزائي؟ طبعا فيها شيا كثير مدري وشي سندويشة مدري وشي شطة شاعة على الأقل أنا قاوة أنا كاشخة شطة نحن متفقيننا طبيعيين سادقا 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 لا أعلم الحمد لله لا أعلم هيا سأذهب لفقرة الأولى هيا اختاري حرف من هنا القاف شاب عضي في القاف خلوا الباقي الحروب خلوا قاف تشال قفاري في عندنا فقرة جديدة اي اسمها هراس براس انت رأيت المشاكل فقلنا راس براس راس براس من؟ هو السؤال سؤال يعني اي راس براس خلوا سمع اللي ذا نشوف المقطع ونقرر كيف احنا بناخد الموضوع من أي جهة ايش رايك؟ يالا زوجك حب البك؟ قال لك عشاء اليوم ما فيه؟ اتركي انت اولا اتركي زوجك قال لك كذا؟ لا وش قال لك ببوك؟ قال لا حطوا كوسة بالكبسة؟ وانت ما تحبين الكوسة؟ ما قدر اهتماماتك بالخضروات؟ اتركي هجي كندا هجي لا بلقتوا انا اعيش وحدي حريتي اعيش واصدك على روحي الباق والانسان يجب ان للا عانت فيك شي رح عالجه ترى يعني نحن في ذكات رباش طرف ذالفيديو انا صادقة طرف ذالفيديو النسويات روحوا معكم بسطة ثم جيتم كذا مع الكوسة داخوا ثم انقلبوا عليك انا بقول لك شي ضحكني الهاشتاك لا صحويا معي ولا نسويات معي ضايع بالطوش واذا يتقن معي ذا يتقن معي لان هذه اطراعات لهم وتتكلم انا عارف ان مشكرتك في الكوسة فعلا مو بذيولي ولا كندا مارك داخل انا مشتايا كوسة كدك اليوم انا عارف انا عارف لو اني كانت في الاشتاك بقول مشكتها الكوسة انا اي انا مشكتي بسيطة انا تمرة بس بدي تعظمت اقصد وما اقصد بس ايش مشكتك مع النسويات انتصار انك هم كانوا يقولون ان شاء الله دي فيها بادرة خيل ثم ان انت قربت عليهم لا شي فالله باقولك شي دعم المرأة انا صيرة المرأة صح او لا حلو سيرة ججيل ايه فانا كنت من يعمل اني هذا طولي وانا ادعم حقوق المرأة تطاق مع اهلي اخواني عشان حقوق المرأة حلو بس عندي عندي مشكلة واحدة انا ما احب لاجت الوحدة تدعم القروب حقها تطاق مع الناس الاخرين او انها حسن ومحز لازم تطقون وليزم تشغل تطرف احنا الموضوع ترى ابسط من كذا في ناس فعلا يعانون من مشاكل خلو نتكلم جدا انطارك في ناس عانون من مشاكل ما نختلف في ناس ما نختلف كل البلدان موحنة بس كل البلدان فاحنا ما نقدر نعالجها بالتطرف نعالجها بطريقة اخرى افضل اه الحيلة تجي واحدة على قوسة تجي مشكلة بسيطة جدا انا اشوف بتوتر قدام عيني مشكلتها جدا بسيطة تقدر تحلب نقاش ابوي ولا شي تقدر تروح تقول ولا شي ولا شي حتى قانونيا ما احد يقدر يقول اه تهل ما تمشي قانونيا تقول تصيح علينا تجعل علينا بتوتر شو علينا حنا القانون معك والدنيا كله معك والمحاكم مفتوح وكل شيء مفتوح وانتي موظفة وعندك راتبك خدزي بيش روحي شكي طيب في مقطع ثاني لان انتي ما شاء الله تبنتك القنوات فترة استرجيت نعم يقولون انك تسخفين من معاناتهن كامرأة يعني تعيش في ظل السلطة الولاية والرجل أنت قلتها كامرأة ما راح يمني انا امرأة كيف راح اسخف من اي مشكلة توجهها الامرأة ابدا هذا غير صحيح الامرأة هي قضية الاولى زي ما هي قضية السعودية انا قد اشوف ان يعني لو ما تكلمت انا فحقوقنا قاعد تمشي يعني بشكل طبيعي وبالعكس يعني مو بأنا اللي راح ازيد ولا انا اتقص هم تشاك صد؟ كل شكر لك عبر خدمة سكايب من الرياض الناشطة الاجتماعية السعودية سهد القفاري هيا جدية هاة قفلوا اللقاء انا جدية خليه بي 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 سي تخاف مني لا هو ورط بلا شو كانت اعتقد شيء ثاني هما انفاجأت هبال ميول هما انهم هبال وقالت و انت قلت ورط هو اللي قال تسبودنا كافافاتره تسبودنا تسبودنا بس وجهتاني نحن قال هجي هجي هي عارفة حكسي لكن كان انت لقائك هطول من كذا وقطعوه لا 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 هم قالوا خمس دقائق احنا الان خمس دقائق لقاقت يلا واجيب فزع تهمي وقعدهم جنبي نبدأ اللقاء ممداني قال اه انا سكره اه شكرا لك يا جاد ونا ها ها ما جاوزكم حد سي خمس سورة عندي في اشياء انا جاي بلستة انا اخواني جهز نبنو ننهوش نبي نوقف مع هذا ولا قد كلموها كل شي اقطعوا الخط ومع السلامة احنا مقابلة مجاني لان بسها من النقطة اللي كنت بتكلم فيها الاعلام يعني اللي صار بها انتي شاهد عيان اذا ما جازلهم جونا قال اقطع الخط وخلا قاع طبعا اكيد هو ما يبينا واضح انقطع الخط لانك توكمت حمسة انا حاطه مسكره mäنا انا امشاج راس محواتك جازه شو ألف أنا أيه إن داني حوث يا الله فاتسوا علي طيغ الغاذ اخرى من السياسة شوفت حطينا رأس كخرا لك تكلمين وسياسة بطلعت وبيّنت انك شخص من تمساهل وعلى طبيعتك وصلتي العالمية صحيح هذا أنا أباتي مصخة مباتك وصخة عند كل مغازلتها يا عوض بالله هذا أنا أتوضيت طيب شوف فقرة ثانية عندنا فقرة وش فقرتي هنا ولا عندك لا أعلم يا ربي يحطونه لا أبين شفين فالعافية في تغريدة لكة 2013 والله والله شو أتعكم هناك وراء مطفشانيين هنا كنا ندور نشوف وش شاهد سياسيا عرفنا شاهد ما لا دخل ناس سويا ما لا دخل صحويا ما لا دخل سنابيا ما لا دخل البنت تصوروا تمشي كيفكم ونتم 2003 نريد شوف التغريدة حقتك 2013 طبعا تقولين حاولت خيرون طعم أس كريم بالجبن والكاري هذا أنت كنت مسوياته وتحرجين عليه ولا أنك كارها ما عجبك لا لا أنا كنت ناظر هذه الفترة بقناة بيوتيوب تحط أكلات غريبة وكي تهجز أنا هوا جيزة أنقلها من يوتيوب ونزلها بتويتر بس كلها فلاكل لازم يكوني عنديك تابعونك أتمام تأكل نفس الشي حاول خمسة عشر هنا فاضي ما عندي شي فتخيل طعم الأس كريم كان يصالف عن أنواع الأس كريم الغريبة وكان فيه أس كريم بالجبن وأنا يعني ذويقة طيب رحتي جربتي حاولتي وش ها أنت قتجربتي لا لا هذا هو قاعد يجيط حنا بنحقق حلمك بنجيب لك إياه أس كريم شوي نقلنا لك بني ليا كذا مع رشة جبنة سائلة وفوق رشنا لك رشة كاري الله أردت كيف شوف والله مش شك عطي أعطي أعطي ألا تعطني شوف حنا بنحقق طموحك الله شاي خيال أنا باشا يعني والله 2008-2013 ما فكرت تدخيل مطبخ تجربين ريحة ندومي دخل بخشمي الكاري خيال وش خيال حلافت انت انت ظهرني في 2015 جربت شاربت قا حطي جم كذا فرحان ترى يوميا باي عيشتك الريحة الريحة حسيني دخل بقوطي ندومي عندنا سؤال يا تأكلين ها يا جاوبين عن سؤال احجابك عن سؤالك خلف علينا و الله ما أتأكلتك أكل ما أكلتك ما أنت ماكلتك حيلا هذا الأشياء اللي زينة وقدام خلق الله سؤالي يقول يا الله ايه ايه عشفين لحالك أحسن وشو قبل الله أسأل هذا شو هذا شو هذا شو هذا شو يمكن تفكر متأكلين لا لا عادي والله ايه يعني أسهلك من الموضوع ايه بس ترى ما أدري كام جب ميزانو كم وزنك انتي؟ آخر مرة وزنتي آخر مرة وزنت وانا في المتوسط اقسم بآيات الله انتي قديمة ترى كل شي تسوي قديم ايه أنا بعقبة وصرت ضايعة في المتوسط كم؟ أقول لك ليش سويت متوسطها حجزنا فندق وكان في ميزان كست بعدها ثقت الميزان مدري ياهنا هل يخافون على نفسيتي ما يحطوننا بالبيت؟ في الفندق طيب الفنادي قلون كل جلستك عند الميزان آآ لا لا غير صحيح جبلني ميزانة أنا قوس وزني وإشاء الله أكبر شايف وزني اني أحبقت الرقم تعارفوه اخي هذا ترى الشيء الرهيب فيك انتي يعني ماذا؟ أنا أبغى أحرجك ما في شيء يحرج ما لا لا تفرق وأنا أحب الجو ذات ترى لأن يجوني ضيوف يشخص يبي يعيش حياة مبهو أسأل سؤالين يدوخ يبدأ يعرق يبدأ يكوبكوب قهوة يبدأ كذا أنتي ما من نفس الجلسة من قاعدنا ما عندك مشاكل أخي أنت عييتها حط رجع رجل حط رجع كني عند الكاميرا ما أقرأ لا أعرف أحط رجلي بريسا أرذي لا أعرف لازم أقولها لا لا كده قدم الكاميرا خلاص 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 هم؟ هل أنت مكتوبة لأسر كاشخة؟ هيا الآن هيا الآن هيا الآن قلت تضيوف يشخصون أنتي ما فرقت معك خلاص طيب الكل يعرف عنك أنك تطلعين أطلعين أطلعين تكاد بفاقرة نحن جاهزين اسمها لهجة أو لهجة أريد أن نرى مقطع لك فيديو وبعدها نرجح حاتيج ما رأيت السعودية مجيتي شاطرات الكويتين يشترون لا تتبعين أبعد تتبعين كويتي هل أنت معنا أم أنت معنا أم أنت معنا أم أنت معنا أم أنت معنا ماذا أقول لك شيء؟ أه؟ أنا أختي مرة شاطرة باللهجات لو تقعد مع شغال بغاق صرفت معه على طول أنا لا أعرف مضروري فأختي إذا كنت تصرف كويتي مع صديقتك كويتية قال لي بخش معه في المودة طب ما أتجوك طبعا أطول أه؟ ما أتجوه على طول في تويتر وقالوا كنتي ما قصتك؟ لا لا يحبي لهم كويتين وحليليين صح نم شويين بس حليليين مايو شوي مايو شوي سبب واحدا أقول لك أنت أخويين 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 أهذا هو أنت عارف من أخويينة؟ منهم؟ بلازو تعارف حسن، حسن، تعلمت الآن من أختك اللجة كويتية؟ لا، لا ما اللهجة القريبة على قلبك، ما لا تعرف سعودية؟ المصرية لم أعرف أن تضبطها مصرية، لكن لم أعرف أن تضبطين؟ لم أعرف أن تضبطوا أي شيء، سيفونجي؟ احنا عارفين نكتل هنا بس انتي نشفناك مقطع كويتي قلنا حلو هذي ضالتنا البنت تتكلم لهجات بس قل لها احاول مصري احنا الله جديد جازتنا كويتية خالصة ما اعرف ما اعرف فاشلة 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 تتكلم ما انا مع المصاري قسمون جي طيب سالفة الدويرة اللي قلتيها تسنابك مرة انشارتي منها اني بيها بالمصري اه اوكي يلا بسم الله احنا تسمعيني خلني بانطق باقد واتكي احنا اصبر اجمع الكلمات شان اقول يوم اني ما عليك مناختك ما عليك من اخوك العين انتي شان مني مقلت جيبت بي بي سي وجلستهم جنبي وشهم يجاوبون عنك ايك سونس انطلقي في حياتك لا لا هي هي حكت اللهجات انا هذا هو هذا ما اجاب لي المصيب بذيلة بقلدها تكلم كل اللهجات خليك الحين خليك على طبيعتك يعني تخيل انك المعلمة اعرفت وجالسة اولا يا بليا قبل حقر انا قبليت شيء ايو 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 روح اعطينا سالفة طيب اه كنت مع صاحبتي رايحين المول قبلتي واحدة من ارائبي قالت لها عيالك سو كيوت قلتلي 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 قالتلها لم يصحيه لي با اخافك صحيح لي بسكيه طب الا اصحيلك لا غريك لي الث五 Detux من هي اللي ضبطها؟ اللهجة؟ من هي اللي ضبطها؟ لما ضبطتها بمصد، ضبطتها معاك؟ انت لعن محترفة، نحن كادي نشوف واحدة عايشة في القاهرة صدكة والله العظيم خلاص رجل كم لي توكل القاهرة كم لي ما أقول لك ماذا؟ قصة؟ والله ممتاز اه، يعني؟ اطلقي، اطلقي، اطلقي العملاق اللي في داخلك خليه انطلق العملاق ما عرف حدثي مصري العملاق عرف تسوي كل شيء هذا كل كرامك مصري زين لا مهب مصري، وين ملختي أحيلا طلعت اه، يود صلح لحلي تصحيحات أطولها أنا، 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 كلاهجة كلاهجة، كلاهجة مصري أعرف كم يعرف؟ ما تعرف؟ واخد بل حضرتك وعاوزين نعملات هذه حقتنا كلا لنعرفها طبخة كان قلتيها واخد بل حضرتك، ايه؟ ايوه هذه ما لا دخل أنا على فكرة، أنا طولت إشاعة لأن أمي مصرية، بدون ناس دورونها لأطلعت معا، بدون يكلمونها مصرية حسبونها مصرية صدق يعني ما، ما فيه وش ما فيه، ما فيه عرق وانتي تطلعين شيء عن نفسك، فاضي لا، ما طلع إشاعة، في طلعت شنوب يتابع المسلسلات مصرية كل ما صورت دعاية، الباكراوند، مسلسل مصري طيب ويش دور أمك في شهرتك؟ ستة كل، كل حاجة أنا قلولي أنها لازم ترجع لأمها بس كتفت عندي أختها لا، هذولي فزع ذولي أمي ما لأخذك، تقللها معي مقابلات بس تخذين منها سوالف ايه، هي تحب، هي سوالف جية فإذا عندها سالفة، وسمعتها عشر مرات أقول لي، ما بدأ ما أنا أتعدلها علي مرة 11 وش راك نفتح سناب شات وقليها وتخزيني قل لي، هاو خنكر كر كلنا والناس يفرحون، والناس يحبون سوالف أمي خاصة يتابعوني وحدي مكبار يعني، تأخذ جوالي ترى واروح أنا وتقد ترد على الناس طيب ما تفكرين مستقبلاً تحترفين الموضوع ذا أنك الآن ظهورك الإعلامي وما شاء الله عليك شبه حتى عندنا في البرنامج يمكن الشيء اللي نفتقده وبقوله بيزع لمني ناس بس أنه المذيعات اللي عندنا وكذا تديك مكياجة أكثر محاورها فهمتكاء على الوجه العام يعني نتكلم عن المذيع البسيطة والمذيع البسيطة اللي تطلع تتكلم على رواقه وراحتها وتأخذ وتعطي ما فيه ما قلت فكرتي أنك تسري مذيعة أقرب شيء ما قلت لك ممثلة ولا مغنية ولا ما دخل كمذيع أنا فكرت ممثلة بس مذيعة لا ما فكرت أبا أقول لك لي لأني أضبط كل شيء تبيني أصيح لحين صحت أضبط كل شيء بس أن يعني مذيعة صراحة ما فكرت ما عمري فكرت أعمل عمل جدي جدا شفحين عجزت على صالف معك جدية ليس جدي حني ما نصالف جدي لا صالف جدي لا صالف جدي لأني إذا سألتني واحدة جدية ما أقدر أجاوبك يعني شوفي فيه برامج كانت المفروض المفروض المذيعة اللي فيها تكون كول تكون زحفة شوي تكون الناس تحب طبيعتها عشان تقدر تعطي الموضوع بطبيعتها هي ما في تلقيين واحدة لابسة مشجر يعميك معا تقدر تركز في الموضوع منكذر الشجر أي ميدي خابرة وبعدين مكياجة ومسح بعيون حالتها فما تركز انت في الحوار فكرتي خلا خلا نفكر أنا هيك يلا بعدين بعد اللقاء تفكر و مش كنت بينا كنا نفكر لك موظفاتنا عندك حنا كلنا تفكرون لي أنا فكر لك أختك تفكر لك همك تعدلك دوسر أنا مشغولة هتحزمني فاضي وشو أنا حندي دعم عندي ها هيكل عندي بنجيب عاشا بنجيب عاشا خلاص بس صدق فكري في الموضوع لا خلي ذا خلاص فكري في الموضوع أبا فكر بشر والله والله شكرا على أسن لك فكرتي إذا قررتي والموضوعك حسيت إنه في راسك ركب كذا منه إلا منه أي دقي علي آلا بس أوي شهد شو م smack صoff الشارع حانゃه ات xi لا حلقتك حلقتي حي وش في هو ايش انت طالب اخهاد عبد الرحمن القفلة ايه حلو ايه حلو انك صرفت الموضوع ايه ايه يلا القفلة لا يبدأ من قفلة ما ابغى انا عائر بنا انا بنحاش عن موضوع الذب على اشخاص انا واحد جهازانية لا بس صدك فكري في موضوع ذات طرالك الفرقة موجودة والبروفات هنا جيبي محاورك وتعالي نعطيك الستوديو يوم والمخرج والشباب يعدنونك على محاورك وجربي صوري حلقة ايه نموذجية ايه وشوفي ما عندي مشكلة ابد خلط تخاف ما رجعك مكانك انا لم رح هنا ابي جازات انت منت وانت تخلي جازات ولا بلاش انا مرطان في البرنامج العين عندي مسلسلات بروح اصور انا متبني اي شخص انا بروح معك مسلسل بس اتوسط لامو وابوي بمعايين امثل هذه بتي جاي تخوين انا بمجال التمثيل انت نشبتني بلذاعة ما بي يعني مقا الا تمثيل انا بتمثيل ايه اما قد اقابل ضيوف وش الدور اصيح وعطيني السيفي وش اللهجات اللي تتقنين ها قلتي ما اتقن شي الا 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 هذي رماس منصور لا مثل اش تمثل تتكلم لا اجتي ولا قسم انجي صح ولا لا انا هذولي با ديفولت من طرعت ع الدنيا خلاص انت لأ يعني يعني تقول انك افضل من رماس منصور لا لا رماس منصور هاي ترى انا فان انا موت عليها طبخ تطبخ تمثيل ايه تحبيتي شان طبخ ايه صراحة ولا التمثيل ما نظر لأ لا احبه لا لا احبه والله اشياء الطبخ اشبهني فيها لو انتي شبهين اكثر ايوه بس ما اقدر اتكلم اه ه ه ه احس لا اقوم باتكلم خلني اسمع اغني ونقفل حلقه لا قلها انا نكيها بعد الهواء لي والله قشرة دي بالعكس قلها بالهواء لا يمديني طقك لا 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 بعد أنه يمديني نورتين يا شهد الله يسلمك سعدنا فيك وإن شاء الله نشوفك موثلة إن شاء الله في دور عندي بنت تحب التفحيط صحيح صحيح سمعون أغنية خاد عبد الرحمن على طلبها سولها فيديو كليبة الآن نبي يعني أنها تقول لخراجكم سيء فأنا أريد أن تضبطوهم يا رق كنت كما تدري وشلون أغنيك قلت الذي علمتني حبك ويا هاجسي عشكي يا عيوني وشلون أغنيك قلت الذي علمتني حبك ويا هاجسي عشكي يا عيوني أسأل تلقى القوام في ناظر عيوني تصوي أجمل عدام حبك يا مفتولي أسأل تلقى القوام في ناظر عيوني تصوي أجمل عدام أسأل تلقى القوام في ناظر عيوني أسأل تلقى القوام في ناظر عيوني وهم وما تلقى القوام